بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ اليوم بالسكشن الثاني من الشبتر R طبعا هذا المقطع يخص التطبيقي والإداري لاحظوا أنا أحط لكم هنا الكتابين الإداري والتطبيقي يعني هذا المقطع خاص في القسمين الإداري والتطبيقي جميع الأمثلة في هذا الدرس تخص القسم التطبيقي اللي محطوط عليها إشارة للإداري فهذه الجماعة الإداري فقط يشوفونها وجماعة التطبيقي يشوفون كل شيء إذن التنبيه من جديد المقطع التطبيقي يشوفون كل الأمثلة الإداري يشوفون المعلم عليها خاص بالإداري أو انتبه للإداري تمام؟ إذن هذه مخطط المقطع هذا بحيث أنت تكون عارف إيش تشوف يا جماعة الإداري طبعا التطبيقي ما عندهم مشكلة حيشوفون كل شيء أما الإداري فهم يشوفون الأمثلة الخاصة بهم طبعا القسم هذا من الشبتر R يتكلم عن Exponents and Radicals يعني الأسس والجذور سنأخذ مجموعة من القواعد وطريقة تطبيقها طريقة تطبيقها على الموجودة بهذا السكشن أول فكرة هنا يقول لك Applied Properties of Exponents يعني مجموعة من خواص Exponent من الخواص هذه عندي أي عدد الصفر هي واحد أي عدد الصفر هي واحد لاحظينا 5000 أس صفر هي واحد أي سالب ثلاثة X الصفر هي واحد حيث X طبعا هنا قيل لك لا تساوي الصفر إذن أي عدد إذن الآن استنتجنا معلومة هنا أي شيء هنا تكتبه وأس صفر حتطلع النتيجة واحد إذن هذه أول معلومة أخذناها من هنا المعلومة الثانية اللي هي الأس السالب دائما الأس السالب نغير مكانه حتى يصير إلى أس موجب يعني P أس سالب N تصير هي واحد على P أس N أو تكتب بشكل آخر واحد على P أس N مثل هنا معطينا مثال مثلا أربع أس سالب واحد لو خذنا إحنا خمسة أس سالب واحد فتكتب هي واحد على خمسة ليش؟ قال لني أفترض أنه تحت الخمسة هنا في واحد نشكل بهن تصير الواحد فوق والخمسة أس واحد تحت فتصير خمسة أس موجب واحد إحنا قلنا نغير الأس إذن تكتب بهذا الشكل أو نقدر نكتبها بالشكل التالي اللي هي واحد على خمسة أس واحد طيب ما في داعي لها هذه فنكتفي وين؟ نكتفي فيه الواحد على خمسة دائريكت هي هذه اللي نستفيد منها أثناء العمل ولو ودينا نحطها أس لو كان في عدد غير الواحد أوكي نكتب القوس مثل المثال التالي اللي يقول لك واحد على إش سالب ثلاثة أو إش سالب ثلاثة ص sare bli واحد على إش آber كل سلاثة يعني لو كانت عندي آآ مثال آخر möchte راح أقلكم مثلا ثمانية أس سالب أربعة نقدر نكتبها بالشكل التالي هي واحد على ثمانية أس أربعة وأقدر أكتبها بشكل آخر هي واحد على ثمانية أس أربعة على حسب الحالة اللي أحتاجها فيها في الأكزامبل الأول اللي يقول لك simple phi expression يعني المهم بالموضوع هنا أنه نساوي simple phi ويقول لك simple phi القيام التالي أول وحدة الحالة A اللي هي 6 Y0 أي شيء 0 هو 1 يعني 6 بضرب 1 وتطلع نتيجة 6 الحالة B هي سالب 5 0 5 0 هذا السالب ما عندنا مشكلة 5 0 هي 1 وبالتالي طلعت النتيجة سالب 1 الآن الحالة C اللي هي 5 السالب 2 قلنا حسب القاعدة نشكل بها تصير 1 على 5 2 وتساوي 1 على 5 2 يعني 5 ضرب 5 واللي هي 25 وفيه قلنا نقدر نكتبها بشكل آخر اللي هي 1 على 5 2 ونرجع فيها النفس القاعدة لكن أنا قلت لكم أحبّذ أنه نظل على الشكل هذا وكافي الشكل هذا يكفينا ما في داعي لزيادة الأشكال الفقرة اللي بعدها اللي هي 1 اللي هي D 1 على B أس 4 1 على B أس ماينس 4 كنا نشكل بها مشان تصير موجب تصير عندك B أس 4 على 1 اللي هي أي شيء ينقسمه على 1 يظل مثل ما هو طيب اللي بعدها اللي هي E خمسة X أس سالب ثمانية في الأسس السالبة لازم في التبسيط ما يكون عندي أسس سالبة وهذه Y أس 2 طيب كيف نبسطها نبسطها بالشكل التالي نحط خط كسر تظل الخمسة لأنه أسها موجب تظل فوق ال Y أسها موجب تظل فوق عندي خمسة X أس سالب ثمانية أسها سالب من أتو أنزلها تحت وتصير أس ثمانية موجب وبالتالي يكون بسطها الأبسط شكل الآن معطيني مجموعة من قواعد الأسس وش هي قواعد الأسس المهمة يقول لك إذا كان عندي بي أس M ضرب بي أس N بي أس M ضرب بي أس N تطلع عندي بي أس M زاد N يعني في الضرب إذن في ضرب الأسس أو القوة خلين نقول القوة أدق القوة في ضرب القوة نجمع الأسس إذن هذا اللي فهمناه إذن لاحظوا هنا أس M وهنا أس N فضربناها يومنا ضربنا صارت هي المجموعة لاحظوا X أس أربعة ضرب X أس ثلاث نجمع الأربعة مع الثلاث تطلع سبعة وانتهى الموضوع وانه نضربهن نجمعها إذن الحالة الثانية اللي هي القسمة بي أس M على بي أس N في القسمة نطرح في القسمة نطرح إذن فهمنا في الضرب نجمع مناته في القسمة في قسمة القوة نطرح الأسس طرحناهن يعني M ناقص N طيب المثال T أس 6 على T أس 2 نطرح T أس 6 ناقص 2 تطلع أربعة هذا تبسيطها طيب بي أس M أس N في حالة القوة فوق القوة نضرب القوة إذن قوة قوة أو أس فوق أس اللي بدك إياها قوة قوة نضرب القوة يعني أنا أحبي تحطي كميلاك كتابة كده مشان يصير السهلات عليك ملاحظوا X أس 2 أس 3 أضرب الأس 2 في الثلاث وتطلع النتيجة 6 هذا القواعد نحفظها إذا ما حفظناها ما نعرف نضرب ولا نعرف نبسط العمليات اللي فيها أسس أو الحروف اللي فيها أسس A B أس M نقدر نوزع M فوق الأ وفوق ال B يعني لو كانت عندي أربعة أسس 3 تصير أربعة أس 3 ضرب أسس 3 طيب نحسب طبعا الأربعة أس 3 هنا وقال لك نحسبها للأخير أربعة في أربعة في أربعة تطلع عندي أربعة وستين أسس 3 طيب إذا كانت الأس فوق فوق الكسر فأقدر أوزعها فوق الفوق وفوق اللي تحت يعني تصير A أس M على B أس M لاحظوا هذه 2 على Y أس 2 أقدر أحط الاثنين فوق الاثنين والاثنين فوق ال Y تطلع 2 أس 2 على Y أس 2 ولو بدنا نحسب النتائج تطلع عندي أربعة على Y تربيع ونشوف الإكزامبل على هذا الموضوع طبعا السؤال اللي دائم يا أستاذ وش السؤال اللي يجينا كذا أسئلة ما في هي تجيك simple phi أو يجيب لك خيارات يقول لك أنه هذي يجيب لك هذي ويقول لك إيش أربع خيارات أكيد اللي تساويها فهي التبسيط إذن اللي يهمنا بالموضوع هنا كلمة إيش simple phi write the answer with positive exponents only يعني دائما اكتب ليها في أسس موجبة تعالوا لن يجي لأول وحدة وشلون نحله في السؤال هذا يتم العمل على الشكل التالي أول شي أشتغل في اللي داخل الأقواس هذا مهم السؤال أشتغل باللي داخل الأقواس ويصير عندي بالشكل التالي 14 تقسيم 2 طبعا خط الكسر خلوه شان ما تبلشون وراح نشتغل على الأمر التالي 14 تقسيم 2 تطلع 7 ليش لأن الـ 14 كبير فهي فوق تمام الآن AS2 وAS5 نحن قلنا في القسمة نطرح الأسس طيب نعطيك معلومة صغيرة اطرح وحط مكان الكبير مباشرة إذن AS2 وAS5 5 ناقص 2 تصير 3 يعني صارت AS3 تحت لأنه 5 كبير تحت فالنتيجة ستكون تحت طيب الآن B7 وB1 طيب 7 ناقص 1 6 من أعطي B6 فوق ليش لأنه 7 كبيرة فهي فوق فنتيجة الطرح نحطها فوق إذن صارت 7 B6 على A3 هذه اختصار ما ظل عندي إلا حرف B وحرف A والرقم بس وعندي السالب 2 فوق طيب كيف نحلها الآن بما أنه عندي سالب فالسالب تشقلب إذن السالب هذه تخليني أشقلب الكسر A3 فوق وال7 والB6 ليش يا أستاذ قالوا مشان نخليها موجب 2 ما ظل هي سالب نكون نتخلصنا من الأس السالب طيب وبعدها الآن قلنا إحنا إذا كان عندي أس برة أقدر أدخله هنا وأقدر أدخله فوق هذا وأقدر أدخله فوق هذا إذن تطلع عندي النتيجة بالشكل التالي A3 A3 A2 أضرب الثلاثة في اثنين تطلع A6 تطلع عندي كم A6 طيب 7 A2 وبي أس 6 أس 2 يعني تصير 6 ضرب 2 وتطلع عندي النتيجة 12 الآن بس علينا نحسب السبعة تربيع A6 بي أس أو 7 أس 2 49 وعندي بي أس 12 إذن ننتهينا من هذا التبسيط وصارت فعلا كل الأسس موجبة وفي أبسط شكل نشوف التمرين الثاني التمرين الثاني أيضا simple file طيب كيف نشتغل فيه هذا نقولكم بسيطة هذا عندي أس سالب شايفينه هذا الأس لأنه ما عندي تبسيط هنا يعني داخل القوس هذا فعندي أس سالب أروح أشكلب إذن وش أسويها سوي لها شكلب وزي كده أصير سالب ثلاثة X والكل أس كم أس موجبة أربعة كله مشان أحول الأس إلى موجبة الآن القوس الثاني القوس الثاني هذا هذا ما فيه عندي هنا أس سالب أيضا معناته عندي شكلباب بالنسبة للموضوع الأس إذن أحط خط كسر بهالشكل هذا أخلي الأربعة فوق الواي أس ثلاثة فوق منظل عندي X أس سالب اثنين أنزلها تحت مشان تصير إيش طبعا واحد يقول لي أستاذ منين جبت الخط الكسر هات أقول له أنت تخيل لو ما في يعني ما فيه شي عندي معناته خط وتحتها واحد وبالتالي جبت X أس ثنين تحت وقليتها به الشكل هذا وهذه أس ثلاثة الآن أحسب النتائج أحسب النتائج حقة أول واحد هات وثاني واحد هات إذن نحسب هذه ونحسب هذه وبعدها نشوف وش يصير الواحد هذا الواحد طيب الآن سالب ثلاثة أس أربعة سالب ثلاثة أس أربعة تعالوا نأخذه على جنب هنا خذيث الحالة أول شي يعني سالب ثلاث ضرب سالب ثلاث ضرب سالب ثلاث ضرب سالب ثلاث طيب إذا كان الأس زوجي وعندي سالب فتطلع النتيجة موجب أو أنت تجربهم أربع مرات تضربهم تطلع عندك موجب طيب ثلاثة أس أربعة يعني ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة تمام لو جئنا ضربناها ثلاثة ضرب ثلاثة تسعة ضرب ثلاثة سبعة وعشرين ضرب ثلاثة واحد وثمانين إذن هذه ثلاثة سالب ثلاثة أس أربعة هي واحد وثمانين إذن نكتبها هذه واحد وثمانين طيب X أس أربعة نزلت أربعة فوق الأكس صارت X أس أربعة هذه انتهينا منها الآن نجعل القوسة الثاني إذن هذه عطناها ضمن قوسين اللي هي بالأول الأولية هذه تمام؟ مشانظر كما عارفين بس حطيت الأقواس الحين واحد يقول يستاذ نحط أقواس دائما لا أنا حطيتهم بس مشان تمييز اللي بعدها هذه ننزل الثلاث فوق هن كلهن يعني تصير أربعة وس ثلاث أربعة ضرب أربعة ضرب أربعة اللي هي أربعة وستين حفظونا الأرقام هذولي ثلاثة وس ثلاثة وأربعة وس ثلاثة واثنين وس ثلاثة إلى آخر الأرقام الصغيرة طيب واي وس ثلاثة أطلع واي وس ثلاثة ليش لأنه ثلاث ضرب ثلاثة احنا قلنا إذا أس فوق أس إذا عندي أس فوق أس فنضرب طيب إكس وس ثلاثة أطلع إكس وس ثلاثة كده نكون خلصنا هل الشيئين هذول طيب والباقي يا أستاذ شو ننسوي الحين الحين نضرب هنا في عملية ضرب صح فأضرب البسط في البسط والمقام في المقام إذن هذه في هذه وهذه في هذه تساوي أربعة وستين واي وس تسعة ضرب واحد تضل أربعة وستين واي وس تسعة وبعدها طيب رجع التسعة مضبوط مطرحة إذن هنا واي وس تسعة طيب اللي تحت واحد وثمانين ضرب واحد اللي هي واحد وثمانين إكس وس أربعة ضرب إكس وس ستة في الضرب قلنا نجمع الأسس تطلع إكس وس عشرة وبكده نكون هنا التبسيط في السؤال أو الإكزامبل الثاني الآن سؤال الثالث اللي هي apply scientific notation يعني تطبيقات الصيغة العلمية طبعا يقول لك اكتب لي الصيغة العلمية اللي من هذا الشكل شايفينها إذن الصيغة العلمية اللي من هذا الشكل إذا تلاحظونها هي عشرة قوة كذب طيب لازم دائما قبل الفاصلة إذن وش هي فكرة الصيغة العلمية الصيغة العلمية لازم يكون عندي فاصلة أفاصلة أو ما في فاصلة على حسب العدد اللي إذا كان فيه في واصل تمام فاصلة ولازم هنا عدد واحد أو رقم واحد تمام وهنا ما يأثر أهم شيء أرقام غير صفرية زين يعني ميه بصفر ممكن يكون صفر مثلا اثنين أوكي ما فيه مشكلة صفر ثلاث صفر أربعة إلى آخر أي رقم بس طبعاً يا راح أشيله صفر ثلاثين مش هما تفكرونه بس صفر ثلاثين إذن هنا عندي مكان وهنا مكان وهنا مكان وبعدين نكتب مكانيين ثلاث هنا ما يهم المهم ضرب عشرة قوة شيء يا سالب يا موج تمام طبعاً راح نشوف المهم أختصر الموضوع أنه على يسار الفاصلة لازم رقم واحد إذن أختصر الموضوع على يسار الفاصلة يكون عندي رقم واحد إذن نمسح هذه مشان ما تحفظونها حفظ الآن تكلمنا أنه هي يكون على يسار الفاصلة رقم واحد تعالوا لنشوف بأول بأول حالة إذن عندي الحالة اي اللي هي لاحظوا حكتبها هنا صفر فاصلة صفر لنعدهم كم صفر هذا الاثنين ثلاث أربعة خمسة ستة سبع إذن مع الاثنين هنا سبع يعني ستة أصفار والاثنين إذن هذو الاثنين طيب الآن كيف выходíve نحرك الفاصلة قالوا نحرك الفاصلة بحيث تجه الفاصلة هذه بعد الاثنين سنقولنا لازم يكون عندي اثنين بويند طيب بس يستاذ هنا بعد الاثنين ما في شيئ ما في داعي نكتب اثنين بويند نقول اثنين طيب كم مرة حرقنا الفاصلة حتأجينا من هنا ونعدهم كم حركة وحدة اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبع سبع حركات يعني ضرب عشرة قوة طيب جينا احنا من اليسار صراح جايين منين من اليسار وبالتالي قوة سالب سبعة الحركات اللي تحركنا كم خطوة نمشينا سبع خطوات وبالتالي نمشي سبع مرات ونقول عشرة قوة سالب سبعة لانه احنا جايين من اليسار طبعا هذا الصفر اللي قبل الفاصلة ما ينحسب احنا حركتنا مع الفاصلة طيب اللي بعدها الفقرة اللي بعدها معطينا ميتين وثلاثين بليون ميتين وثلاثين بليون طبعا البليون هو الف مليون الف مليون يعني المليون ستة اصفار المليون ستة اصفار والف ثلاث اصفار يعني صار ان تسع اصفار حتى نحط للبليون كما نحط للبليون نحط 9 أصفار يعني نكتب 230 ونضيف 1 2 3 طبعا حطيت الشخطات هذه مشان أميز 2 3 وهذه 1 2 3 حتى حتى في الألحاس بحيان يحطونهم مشان هذه مو الفاصلة هذه شخطة بس مشان نعد المراتب إذن هذه هي 9 طيب بدنا نحولها الآن حنحرك الفاصلة من هنا الآن لنا الرقم كبير حاجة من اليمين ما في فاصلة الحين واحد يقولي استاذ ما في فاصلة هنا منين جبت الفاصلة الفاصلة كانت موجودة هنا يا شباب فنجي نحرك من هنا 1 2 3 إلى آخر حتى نوصل لين حتى نوصل له هنا نعد لين نوصل لعنده 2 لازم نقول نحن بعد الفاصلة يكون رقم واحد بعدين نحط ثلاث بعدين نحط ثلاث ما ظل كله أصفار الباقي نعد 1 2 3 لين هنا 9 10 11 يعني ضرب 10 قوة 11 موجب ليش نال العدد كبير بالملايين وجايين من اليمين وإحنا جايين منين جايين من اليمين فتكون الأس 11 وهذه هي الصيغة العلمية الآن بالعكس ما أعطينا الصيغة العلمية ويبينا إياها بالصيغة الستاندرد يعني الصيغة القياسية اللي هي 1.36 ضرب 10 قوة 7 ها قوة 7 يعني نروح يمين نحرك الفاصلة يمين فهذه واحد وهذه ثلاث وهذه الستة طبعا ما حطيت الفاصلة لأنني نبي حرك نبي نحركها تعالوا نحرك من هنا صاح حين كانت مكان الفاصلة حنحركها سبع مرات يمين حنحركها سبع مرات يمين وبالتالي هذول مرتبتين فأحتاج كلن الاثنين من السبعة ظل عندي خمسة يعني لازم أضيف خمس أصفار خمس أصفار وبالتالي يعني صار العدد بالشكل هذا واحد ستة واحد اثنين ثلاث أربعة خمس إذن هذا هو الصيغة الستاندرد طيب اللي بعدها اللي هي ثلاثة فاصلة رقم دي ثلاثة فاصلة تسع ضرب عشر قوة سالب ثلاث ونحرك الفاصلة اللي هنا حنحرك الفاصلة هذه والروح يسار كم مرة ثلاث مرات وبالتالي حتصير عندي هذه ثلاثة تسعة وانا حركت من هنا صح مرة مرتين ثلاث مرات منعته أحتاج صفر صفرين وبالتالي حط point بعدين نحط صفر إذن بهالشكل هذا إذن نعيد نحرك من هنا لليسار ثلاث مرات والمكان الفاضي نحط مكانه صفر زين إذن نحرك ثلاث مرات والمكان الفاضي طبعا حركنا والحركة مفاضي عندي ثلاث بعدين أحتاج حركتين أحط صفر بعدين point zero هذا مشان يكون العدد zero point لأنه هو عدد صغير الأساس السالبة دائما الروح يسار فاضح إذن ننتهينا من الصيغة العلمية والصيغة القياسية وهذه من الأسئلة المهمة عادة نشوف المثال هذا طبعا هذا مثال تطبيقي يعني الجماعة التطبيقي الجماعة الإدارية ما لك معلاقة بهذا التمرين يقول لك يعني هي السنة الضوئية أو الكذا هي المسافة حتى يصل الضوء في واحد سنة if light travels at speed of 6.7-14 قوة 8 ميل في الساعة يعني إذا كان سرعة الضوء هي 6.7-14 قوة 8 how far ما هي المسافة will it travel in one year اللي راح يسافرها في سنة إذا كان 8.76-14 قوة 3 هور تمام اللي هي عدد الساعات يعني فبالتالي الزمن حتى أحسب المسافة the distance إذن أحسب the distance تساوي هنا طبعا the distance في الضوء اللي هم طالبينها المسافة اللي هم طالبينها نقول هي المسافة السرعة ضرب الزمن إذن time ضرب النسبة أو السرعة هي السرعة ضرب t اللي هو الزمن v ضرب t v هي 6.7-14 قوة 8 ضرب 8.76 ضرب 10 قوة 3 الآن نضرب العددين مع بعض اللي هي 6.7 ضرب حطيتنا بين أقواس ضرب 8.76 والكل ضرب طيب 10 قوة 8 ضرب 10 قوة 3 تطلع 10 قوة 11 ليش؟ منين جثت الـ 11؟ جماعة جماعة الثمانية هذه مع الثلاث هذه تطلع 11 لأنها نفس الأساس تطلع علي عملية ضرب هالقيمة هذه طبعاً لازم تضربونها يدوي نحط 8 و 6 7 6 ضرب 67 أو 6.7 طبعاً نحط الفواصل نضرب كأنه ما في فاصلة نضرب كأنه ما في فاصلة ما أظن أنه في أحد ما يعرف عملية الضرب هذه لو ضربناها وتتحقق بالآلة الحاسبة لنشوف كما الرقم يطلب حسبنا الرقم طلع عندنا اللي هو الثمان وخمسين فاصلة 692 ضرب 10 قوة 11 طيب الآن ما نكتبت بصيغة العلمية هو ديها بصيغة العلمية لازم تكون الفاصلة وين لازم تكون الفاصلة ساحبها لعند الخمسة وبالتالي نسحب الفاصلة لعند الخمسة ونحط كذا و 6 9 2 وهذه معناتها ضرب 10 قوة 1 لأنني حركت الفاصلة لليسار فأعطتني 10 قوة 1 ضرب 10 قوة 11 تطلع الآن لو زيناها هي 5.8692 ضرب 10 قوة 1 ضرب 10 قوة 11 تطلع عندي 10 قوة 12 ميل إذن هذه المسافة اللي ودنا إياها الآن مفهوم evaluate and throats يعني حساب قيمة الجذور من المرتبة النونية أي جذر يعني جذر أس 2 الجذر الثالث الرابع إلى آخر طيب نحن كنا نعرف قديما أنه جذر الخمسة وعشرين طبعا جيناك مع الرقم السهل اللي تعرفونه جذر الخمسة وعشرين هو خمسة ليش؟ قال لي أنه خمسة أس 2 يعني الخمسة اللي ضربتها بنفسها مرتين تطلع خمسة وعشرين وهكذا نطبق على جميع الحالات نطبق على جميع الحالات مثلا الجذر الثالث للسبعة وعشرين هو ثلاث ليش؟ قال لي أنه لأنه ثلاثة والثلاث يعني ثلاث ضرب ثلاث ضرب ثلاث ثلاث مرات تطلع عندي كم؟ سبعة وعشرين رح نطبق هالقاعدة هذه في حل التمرين أو الإكزامبل الخامس أول تمرين يقول لك الجذر الخامس للاثنين وثلاثين الجذر الخامس للاثنين وثلاثين وش هو؟ يعني وش العدد؟ اللي أضربه بنفسه خمس مرات ويطلع ثلاثين طبعا هذه الأرقام وديك تعرفها اللي هي الثنين طبعا سهلات لأنه ثنين ضرب ثنين يعني لو جبناها من هنا ثنين ضرب ثنين ضرب ثنين ضرب ثنين ضرب ثنين خمس مرات هذه أربعة ضرب أربعة ستطعش ضرب ثنين تطلع ثنين ثلاثين إذن ثنين خمسة هي ثنين وثلاثين الآن البي هذا سهل الفكرة هذه جذر التسعة واربعين على أربعة وستين تساوي جذر التسعة واربعين هي السبعة لأنه سبعة ضرب سبعة تسعة واربعين وجذر الأربعة وستين هي الثمانية وتطلع عندي الجذر سبعة على ثمانية الحالة C الجذر الثالث لسالب صفر فاصلة صفر صفر ثمانية تمام يعني هذه صفر فاصلة صفر صفر ثمانية تعني ثمانية على ألف ثمانية على ألف يعني راح اكتبها بشكل آخر أو اللي ما ودي يكتبها بشكل آخر يخليها كذا الثمانية جذرها اثنين طبعا بالنسبة لل للأسة الثالث ليش أنا اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين تطلع ثمانية وبالتالي حيطلع عندي جذر الثالث للثمانية هو اثنين طيب هنا الثمانية بالألف يعني ثمانية على ألف الجذر الجذر الألف كم الثالث وش هي تضربه بنفسه ثلاث مرات ويطلع ألف لاحظة والعشرة في العشرة في العشرة تطلع عندي كم تطلع عندي ألف وبالتالي جذر الألف هو عشرة يعني تطلع صفر فاصلة اثنين تطلع صفر فاصلة اثنين طيب والسالب بما أنه عندي أس فردي فيظل السالب موجود يظل السالب موجود لو كان أس زوجي بعد شوي نشوف نلاقي في مشكلة طيب الحالة دي جذر الرابع للسالب واحد أي أس زوجي لعدد سالب لا يوجد إذن نقول does not exist ما يصير نجيب جذر ما يصير نجيب جذر العدد سالب بالنسبة للأس الزوجي هذا زوجي وبالتالي does not exist للعدد السالب طيب الحالة اللي بعدها اللي هي راح نكتبها هنا مشان يكون التمرين كامل بنفس الصفحة سالب الحالة ايه جذر الرابع للواحد تمام هنا السالب برا نخلع السالب ما علينا الجذر الرابع للواحد يعني هو الواحد لأنه لو واحد تضرب بنفسه مليون مرة يضل واحد وبالتالي لو ضربنا أربع مرات يضل واحد تطلع نتيجة سالب واحد وكذا نكون أنهينا التمرين الخامس ونكون أنهينا المحاضرة راح نكمل إن شاء الله في المحاضرة القادمة أو المقطع القادم أتمنى لكم النجاح والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر